انطلاق أول دورة في الإدارة الرياضية بسيتي كلاب العبور بالتعاون مع جامعة ليبزيج الألمانية انطلقت اليوم أول دورة تدريبية في الإدارة الرياضية بفرع نادي سيتي كلاب العبور كأول ثمار للتعاون المشترك ما بين أنديت سيتي كلاب وجامعة ليبزيج الألمانية وشهدت الدورة حضور خمسة وخمسين مشتركا بالإضافة إلى واحد وعشرين عضو باللجنة الأولمبياد السورية عن طريق تقنيات الزوم وتمتد الدورة لأربعة أيام مقبلة وألقى العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلاب لإدارة المنشئات الرياضية كلمة بمناسبة افتتاح الدورة رحب خلالها بالحضور والمشاركين بالدورة وعلى رأسهم المحاضر الألماني ساندي أدم وقال مرجان أنه يؤمن تماما بأن الرياضة أصبحت صناعة تقوم على عنصرين مهمين العنصر الأول هو الخبرة والثاني هو العمل لكننا في مصر نعتمد على الخبرة فقط وهو ما جعل شركة سيتي كلاب تركز على العلم من أسف مش العلم العلم من خلال الدورات التدريبية في الإدارة الرياضية بالتعاون مع جامعة لايبزيج الألمانية أضاف أن شركة سيتي كلاب تهدف من خلال هذه الدورات إلى تطوير صناعة الرياضة في مصر وتنمية الفكر الإداري الاحترافي الاستثماري في مجال الرياضة باعتبارها أرضا خصبا للاستثمار وعمودا فقريا رئيس في بناء استراتيجية الاقتصادية قوية وتعتبر أندية سيتي كلاب من الأندية الرائدة في تطوير الرياضة في مدن ومحافظات مصر بانتشارها الواسع في سبع مدن مختلفة خارج العاصمة وبتعدد أكاديمياتها الرياضية في مختلف الرياضات الجماعية والفردية والمميزة بأعلى الإمكانيات من حيث المدربين والملاعب والبنية التحتية التي يشرف عليها أبطال مصريين من أصحاب الألقاب العالمية والأولمبية واستمرارا لرحلة شركة سيتي في البحث عن الأفضل في العالم لتفعيل شراكات معهم وقع التفاهم بين الشركة وجامعة ليبزيج الألمانية ممثلة في شركة ITK وتعد جامعة ليبزيج أحد أشهر الجامعات الألمانية وأعرقها حيث يعود تاريخ تأسيسها 1409 وتعتبر من أهم مراكد البحث العلمي في أوروبا وتضم حالينا 14 تخصصا مختلفا بالإضافة لعلوم الرياضة البدنية وتضم علوم القانون واللغة والطب والفنون وغيره طيب